الخطوط الجوية التونسية تسجل ارتفاع في المداخل بالنسبة 6% في حدود 315 مليون دولار في ازدار المنظمة الاوبوب ليبيا تعود المركز الاول كمنتج الاول في البترول في القارة الافريقية اير كوديوار تفتتح خط طيارات جديد من كوديوار الى كازابلانكا وسيدخل حيز التنفيذ اول سفرة ستكون يوم 14 مايال ليبيريا هو بلد انفريقي له بوتانسيال تنفسيسما مهم هو بلد فيه نسبة التمدرس مهمة عديد المعطيات عديد المؤشرات الاقتصادية على ليبيريا تشوفه اليوم في فترة افرو فوكيس المعلومات هذه الكل نلقوها اليوم في العدد 26 من برنامج افرو بيزنس على اذاعة افهم بشير الزوالي معكم في تقديم هذا العدد ورفقني في تقديم كوني كوير بتاع الحساسي محمد النبزي مرحبا بك سي محمد مرحبا بك سي بشير مرحبا باستد المستمعين مشاهدي شيني اللي حولت سي محمد الحمدول في فورما سي محمد رغم نشح المعلومات نحاول نصل الصورة ونصل على الكلمة دا بس يسمونه في ليبيريا تعديو ماكسي محمد اخبار لولي ذولي على اللقاء التشاوري اللي هو العين جمعة ديها في الاخبار بصفة عامة اللقاء للجماعة الرؤسية الدول المغاربية الثلاثة الجزائر وليبيا وتونس اكيد سيباشير اختتمت مؤخرا في تونس اشغال الاجتماع التشاوري الاول الذي جامع رئيس الجمهورية تونسي قيس سعيد ورئيس الجزائري عبدالنجي طابون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي واختتم البيان بتاكيد اتفاق الدول الثلاث على تكوين فرق عمل المشتركة بيعود لها تنسيق الجهود لحماية امن الحدود المشتركة من مخاطر تبعات الهجرة غير النظامية وتم الاتفاق ايضا على توحيد المواقف والخطاف في التعامل مع مختلف الدول المعنية بالهجرة غير النظامية وتم الاتفاق كذلك سباشير على تكوين فريق عمل مشترك لسياغة آليات لإقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية على غير انتاج الحبوب والعلف وتحلية تنمية البحر وغيرها من المشاريع الهامة وتفق كذلك على رؤساء الدول الثلاث على التعجيب تنفيذ مشروع ربط الكهربائي بين تونس وليبي والجزائر وتطوير التعاون والتدين للصعوبات المعيقة لانسياب السلاع وتسريع الجرائيات تنقل أفراد وإقامة مناطق تجارية حرة بينهما عديد من الاتفاقيات المهمة التي تم إبرامها في اللقاء ونأمل أن تكون الاتفاقات هذه يقع معناتها التعجيل معناتها بتفعيلها وبش تكون عندها برشة خير كبيرة على البلدين الإفريقية وبلدين المغرب العربي وصفة عامل واسلو فما يفين ما واذر اللي عندك سي محمد فما حدث فما حدث سي بشير هو ينظم صالون المتوسط للتربية الحيوانية وتربية الماشية في دورة استثنائية من 30 أبريل إلى 3 مائل 2014 بمدينة الحمامات بمناصبة مروع 20 سنة على تأسيسه تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المالية والسيد البحري من منتظر أن يشهد المعرض في دورة الحالية وفق بلاغ المنظمين حضور قياسي لأكثر من 350 مهني بين عارضين ومشاركين في مختلف أشغال الصالون الموزعة بين الفضائيات العرض وندوات العلمية ورشاة العمل المختصة ويقدر عدد الشركات العرضة سي باشي بأكثر من مئتين شركة تنسية وأجنبية فيما يتوقع أن يتجاوز الحضور مئتين شركة مهم حاجة مهمة كبير يسب فيما يتوقع أن يتجاوز الحضور الأجنبي 40% من بين دول المشركة الجزائر والسينيغال والكامرون وفرنسا وإيطاليا وبلجيكيا وولندا وإسبانيا والسين وكندا وتركيا والأردن وسيجمع الصالون أهم الشركات الناشطة في قطاعات التربة الحيوانية والأعلاف والدواجن وفي مجالة التجيزات والاستشارات وتثمين مشاريع التغذية الحيوانية كما ستشارك في فعالة تسارون خمسة جامعات تونسية عمومية مختصة في مجال البحث العلمي الفلاحي فضلا على تخصيص فضال الشركات الناشئة في القطاعات المعنية لعرض ابتكاراتهم كما يتوزع البرنامج سي باشير في السالون على سبع ندوات دولية حضرها عدد المهنيين والخبراء والبحثين والضيوف من تونس ومن الخارج نعطيك صحة سي محمد مش نكمل معك كنا جنشين في الزبنمون بدنا بيهم الأسبوع هذا فما اليوم كما حكينا من ثمانية نص نهار في السي باكس ديجا انكور معنا الحدث اللي يحكي على المرشي الكنديان والليزو بورتونيتي دنفسيسمن في كندا وكيف كيف بيش تكون ثم مميسيون كيف ها متاع فورس السوق في روسيا وفورس الاستثمار في روسيا المرة الجاية من 13 و14 جوان 2024 في السي باكس دنك الموضوع متاع السيمينار هذي هما فورس الاستثمار في مدينة سان بيدرسبورغ اللي هي المدينة الثانية بعد موسكو في روسيا وتهم الشركات البيتو بي مش للبيتو سي معنا الشركات اللي ترسنا البرودو متاحها الكونسوماتر فينال ولكن الشركات بين بعضها الفورما ذي كما قلنا من 13-14 جوان في السي باكس تجمت تسلوب الشي باكس المزيد للمعطيات مادام ثورية بالقايد يعقوب مادام ثورية بالقايد يعقوب وإلا شيف متاح السي باكس في روسيا مادام هيلة الحنيشي ولا تدخو أكثر تفاصيل للانسكريبسيون في الانسكريبسيون زوز ملايين ونص التظاهرة ذي ذا منها تظاهرة كبيرة مهمة في سري متاح ديران كونتر يعطيوا فيها البروموسيون متاح الانسكريبسيون من هذا الإخبار سي محمد نمشي للطيران والاستثمار في الطيران الكود إفوار تفتح خط جديد نحو المغرب من العاصمة الإفوارية إلى كازابلانكا وهذا بش تكون مناها أول رحلة اليوم 14 مي وبش تكون هناك رحلتين رحلة نها الخميس ورحلة نهار لحد هذوما اللي أعلنت عليهم الشركة الرسمية الكمباني إيران ناشنال في القود إفوار وقالت اللي بش تعمل 4 vol par سمين 4 vol لجودي ديمانش ومردي 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 8 ونص وسبح ومردي ومردي نص نهار ونص في خبار الأخر سي محمد ليبيا تعود من جديد لسدارة البلدان المنجة البترول بعد الاستقرار نسبي نوعا ما للسياسي والاستقرار في الأمني زادة تعود لبترول تعود ليبيا حسب منظمة الأوباب منظمة الدول للمنجة البترول إلى المركز الأول في إنتاج البترول في القارة الأفريقية وفي شهر مارس سي محمد ليبيا أنجى تقريب 1.1 مليون برميل في اليوم فاتت البردكسون بتاع نيجيريا اللي هي دي ما نحكيو عليها في المرتبة الأولى في البترول اللي هي مليون وميتين واحدة مليون وميتين واربعين الف برميل والأخرى مليون وميتين برميل وكذلك ما أهم منتجي البترول في القارة وبهذا ترجع ليبيا إلى المرتبة الأولى مدامنا في سياق المرتبة الأولى سي محمد نكمله مع المرتبة الأولى في العالم المرة هذه لورد جولد كانسل اللي هو مجلس الذهب العالمي يعلن أن إفريقيا هي القارة اللي تمتلك أكثر احتيات ذهب في العالم عالم إما لورزمو القارة الأفريقية هكتشوف سي محمد مهاش تتمتع كثيرا بالخيارات الموارد الطبيعية متاحها وهذا نروحة نعكس في عديد لزيميسيون لعمل لزيميسيون لعمل نلقا برشة السكان تحت خط الفقر ولكن الريوليز متاح مثلا البيترول عندها البرود تمام تشعر مش تعم بيحد شي إلا مجي شركات أجنبية تعمل يؤسف نوعا ولكن إن شاء الله تتطور الامور للمجلس لما عندها الكفاءات بيش تحقق الأتونومي والاكتفاع التحر وعندها تنجم تسترجع الثروات تمتاحها وتبني روحة بروحة وتعتمد على ذاتها هذا هو المجلس محمد يسن منا يقول في بيبليكاسيون عمالها درنيا المو أنه إفريقيا تحتل المركز الأول في احتيات الذهب تعديوا معك الخبر واحد آخر محمد كان عنا فين مو سيبشير نعم بقى قعدنا فين مو ومعنا في المبارسة كانوا ندري لجندان أبي عنا فين مو ندعب الإنترنت بشأن مجمع الطاقة لغرب إفريقيا جهة تنظيم البنك الإفريقي للتنمية التاريخ ثلاثات 30 أفريل 2024 على الساعة العاشرة بتوقيت جرينيتش المكان افتراضي عبر الزوم وستجمع هذه الندوة ممثلين عن مجمعات الطاقة الإقليمية في إفريقيا والسلطات التنظيمية الإقليمية في الكهرباء في إفريقيا وكبار المسؤولي الحكوميين من وزارات الطاقة الإفريقية وشركاء التنمية والجهات الفعلة في سوق مجمع الطاقة لغرب إفريقيا يأتيك سهة سي محمد دونك أنا ينسيري تقريب تتلافة أنا نانسي تلافة اليوم مهمين في الأسبوع القادمة والأسابيع القادمة سي محمد تكون عمنا الجولة على بعض على أهم الألوين على أخبار جمع هذه اللي داولة تكسوها في الصحافة والأحداث واللي داولة تزادها في الصحافة وبيعهم ومعليز بالنظومة نختم الفقرة الأولى فقرة أفرونيوز هذا الأسبوع نتعدى للفقرة الثانية اللي باش نتعرفوا فيها على بلد أفريقي آخر ومناخ الاستثمار فيه اللي وهو ليبيريا نرجع للفقرة الثانية من البودكاست متاعنا أفرو بيزنس فقرة أفرو فوكيوس الفقرة هذه في العدد 26 متبات الحالة أفرو بيزنس بشن نحكيه على ليبيريا سي محمد ودونك ليبيريا المساحة متاع ليبيريا تبلغ 111.370 كم مربع 96.320 منها يابسة و15.050 كم مربع من ساحة مائية الحدود متاع ليبيريا سي محمد غينيا وساحة العاش مع سيريليون 299 كم وشارية الساحة 599 كم مربع دونك تكساحة سي محمد بنقعد في المعلومات التقديمية البارقية وبعد ندخل أكثر في التفاصيل عنا البوبيولاسيون 5.320 و 681 عنا الكثافة السكانية تقريب 54 ساكن في الكيلومتر المربع المدن تقريب نصف السكان فقط عايز في المدن 53% من السكان نسبة تمدرس 51% الديانات الموجودة عنا 40% من المسيحيين 20% من المسلمين 40% هي معتقدات محلية أخرى موجودة في الليبيريا بالنسبة للولوج للكهرباء عنا 9.8% فقط محمد شيفر مهم يدل على ضعف معناه الولوج للكهرباء نسبة الولوج للأنترنت 34% كيف كيف ما هوش عالي برشا دونك نكملوا مع معتاية الاجتماعية دونك عنا اللغات الإنجليزية هي لغة رسمية عنا الأديان دونك يونا حكين عليهم الهرم السكاني بين 15 و 64 سنة 54% معدل أعمار 19 سنة الولادات 33 مولود الوفايات ثمانية وفايات لكل ألف ساكن بينسير معدل الحياة عند الولادة 61% بالنسبة لما عندكش تقديم آخر إنترودكسيون أفكار أخرى تزيدهم ذيفهم سيموحمد على مصادر طبيعية سيباشي من أهم المصادر الطبيعية في جمهورة لبيرا الحديد الخام والأخشاب والألماص والذهب والطاقة الكهرومائية الحديد سيموحمد عندي الحديد يتم تصديره بروت معناه ما فهماش سيناء التحويلية تم تصديره لدول المجاورة مش يقع تحويله نعم وليبيريا تقريبا عنده دو بور عنده زوز موانا تقريبا زوز موانا ذوم هما ليخدموا أكثر على الآيرون على الاحديد نواصل سيباشي من أهم المنتجات الزراعية في ليبيريا المطاط والبن والكاكاو والأرز والزيت النخيل وقسب السكر والموزة والأخشاب والأغنام والمعز الصناعات من أهم الصناعات في ليبيريا المطاط وزيت النخيل والخشب والماس معدل نمو الانتاج الصناعي 9% متبقا لتقديرات 2017 أهم الصاديرات القيمة الإجمالية للصاديرات 260.6 بليون دولار سنة 2017 أهم الصاديرات المطاط والخشب والحديد والألماس والكاكاو والقهوة يعني من أهم الدول المستوردة سيباشير عندنا ألمانيا 36.2% سويسرا 14.2% الإمارات العربية المتحدة 8.8% المنطاط 6.8% اندونيسيا 4.7% الواردات القيمة الإجمالية الواردات 1.166 بليون دولار سنة 2017 أهم الدول المصدرة سنغافورة 29.8% السين 24.4% كوريا الجنوبية 17.5% واليابان 9.4% هذه أهم تيك ساحسي معناتنا الواردات والصاديرات والفرودوية والمنتجات الصناعية والفلاحية نواسل مع المواطعات الاقتصادية وندخلوا أكثر في الزنديكاتور في الشيفرسي محمد القوة الاقتصادية العاملة زوز ملين 418 الساكن نسبة النمو 4.81% نسبة الناتج الداخل الناتج الداخل للخام لفرد 1500 دولار نسبة التذخم لانفلاسيون 23% البطالة 3.96% التصنيف الوئتيماني الحقيقة غير متوفر سعر السرف 1 دولار يساوي 193 دولار لبيري العملة للدولار في لبيريا السكان تحت خط الفقر تقريبا نصف السكان 50% تحت خط الفقر هذا مؤشر ثاني مؤشر مهم وليزم المعالج متاع وتريتمان متاع ومعنا فهم ألرمان بالنسبة للنواسل مع المؤشرات سيموحمد عن مؤشر حرية الصحافة لبيريا متقدمة في حرية الصحافة سيموحمد 93 من 180 دولة مؤشر حرية سياسية خمسة من سبع نقاط مؤشر التنمية البشرية 0.4 على واحد أقل من المعدل مؤشر مناخ الأعمال مئة وخمسة تصنم لياه خرج البنك الدولي تصنف ليبيريا مئة وخمسة وسبعين على مئة وتسعين يعني الثلاثين دولة في الكلاسمان والاخرانين في مناخ الاستثمار الاستثمار هذو ما أهم الزنديكاتور فما أربع أربع إجراءات خمسة إجراءات تقوم بيهم في ظرف بالنسبة للحوافز الموجودة في محمد الحكومة لا تفرض حتى تاكس على خروج الأرباح من الاستثمارات الأجنبية ولكن لزوت السكتور كل فيهم تخفيضات ظرفية تحددها الحكومة بنوع المشروع وبنوع الاستثمار اللي بيش يجي فماش عديد الحوافز التي تفرض من الحكومة ولكن جنرال مو الحوافز المعروفة متاع لامبور ومعاليم الدوانة على لامبور اللي الماتريال اللي بش يدخل في الانتاج كيف كيف بلاه معناها معافي منها المستثمر فما كيما قلنا تحويل المرابيح الخارج معليها حتى ريستريكسيون وكيف كيف ملكية الشركة ما فما حتى ريستريكسيون نجم معناها أجنبي يملك شركة مئة بالمئة موش مجمعات المطلوب شكون محلي من غادي دونك هذوما أهم الحوافز محمد ديما مربوطة بالحكاية هذوما حوافز للثمار ولكن كل بلاد تميز روحها ببعض الحوافز دونك الحوافز اللي تميز الليبيريا هي مربوطة بتحويل الصناعة الأولية هذك القطاعات هذيك كل فيها دي معناها دي زابونتاج دي موتيفاسيون وتعملهم الدولة لنستثمر الأجنبي عاش كمزال عندك أفكار أخرى سي محمد ولا معطيات أخرى عندي معطيات بنسبة بيانات النقل عندنا المطارات حوالي تسع وعشر البنية تحتية البنية تحتية عندنا مطارات ذات ممارات معبدة يعني زوز مطارات وعندنا مطار ذات ممارات غير مرصوفة سبع عشر مطار السكك الحديدية يوجد في البير خطوط السك الحديدية بإجمالي أطولة طرق المعبدة 657 كلمات المربع الطرق المعبدة 9934 كلمات المربع كما قلت أنت يا سي باشير عم فهم زوز موانا هما مونوروفيا وبوشنانا في مجال اتصالات عندنا مجال الاشتراكات في النقال 1.7 مليون تقديرات 2021 اشتراك لكل مات ساكن 32 عندنا مستخدم الانترنت الإجمالي 1.768 مليون وعند نسبة السكان 34 1.61 مليون يمثل تقريب 30% لكسي للانترنت مش نرجع سيمو حامد أكثر دقة على الحوافز لقلت الكاليم ومعالي شيفر على الحوافز بالنسبة للي قلنا فيما عديد الامتزازات الجيبائية بشنو الامتزازات الجيبائية هي في نسبة البرسنتاج متع التاكس معناها بالنسبة للقطاع الخدمات ما يفوت 15% التاكس في جميع الخدمات بالنسبة للامبوس للسوسيتي 25% اللي قلنا حكوا عليه TVA وهذا الامبوس للسوسيتي اللي يس يسمى اللي ما يفوت 25% في كل القطاعات الخدمات اليوم في تونس لماكسيما مع نوس 35% 25% معقول فما التاكس المعروفين التاكس على الانترى الانترى متاع البنوك الفوائد خلاصهم خما يفوت 55% عمنا وليز اوپيراسيان دوكم ما عليهم التاكس بالنسبة للرواية التيز الرواية التيز ذوما الفلوس كنت دو مثلا انتي شركة تونسية وتاخد اسم متاع الشركة الجنبية يزمك كل عام تصب لها حقك المعنى المخك اللوغو والصفوار متاعها للرواية التيز عليهم تاكس في ليبيريا يوصل البلافون متاعه ما يفوتش 15% اللي بشي اس الشركة في ليبيريا كيف كيف المودي يزمو يكوتيزي على الخدامة متاعه والسيكوريتي السوسيال ما تفوتش 4.75% مهم ويتسمى منخفز هذو ما جنر المو الحزمة متاع الحوافز الجيبائية اللي موجودة في ليبيريا دونك ذريسي محمد عملنا جولة حول ليبيريا وحول معناها الحوافز والارقام في ليبيريا بالنسبة للمواطيات اخرى دونك نلقاها في موقع مواقع عدد